السلام عليكم يارب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما نهاردة بإذن الله هعمل معيك وتدبيلات الفراخ الأساسية يعني ايه؟ يعني أنا لما بشتري فراخ بخسلها بنقعها برجع أشطفها تاني بالمية وصيبها تصف ميتها كويس بعد كده بعمل التدبيلات الأساسية دي وبتدبيل بيها الفراخ وبشيلها في الفريزر سواء أعملها مشوية مقلية مسلوقة أي نوع المهم إن أنا بتدبيلها وبشيلها في الفريزر وبعد كده بقرر أنا هعمل فراخ إزاي وبكمل باقي المروحل بتاعتها بس الأساس بعملها كده تمام؟ طبعا أنا جبت بصلوية حجمها كبير وبشرطها ناعم جدا بالشكل ده كده هبدأ دلوقتي أتبلي البصل بتاعي هتبليها دلوقتي برشة كده من الكمون أنا هنا الكمون بتاعتها بكون بيكون فرما كامون على كسبرة على فلفل السود على ملح على ورق لورة خلطة كده أنا بعملها بعد كده هضيف الفلفل السود عندك بهرات فراخ حيزة ضد فيها الوصفة دي بتبقى حلوة جدا أي نوع بهرات إنت حبت ضد فيه بيخلي الوصفة في منطقة الجمال وطبعا هنا كنت رشة صغيرة كده من بهرات الفراخ هلب المكونات كده كلها مع بعضها أنا عايز البصل بتاعيه تبل كده ويتشرب من البهرات وينزل العصورة بتاعته بعد كده هجيب الفراخ بتاعتي طبعا أنا غسلها كويس جدا زي ما قلت لكم منظفها هبدأ دلوقتي إن أنا أحشي الفراخ بالخلطة كده بعمل فتحة في السدر وبحشي الخلطة وبحشيها تحت الجلد وابدأ إن أنا أتبلها كويس جدا أوزع الخلطة بتاعتي عليها كويس جدا كده بالشكل ده كده زي ما قلت لكم الطريقة دي أنا باعتمدها سواء هعملها فراخ مسلوقة أو مشوية أو محمرة بالشكل ده كده بتابلها كويس جدا وبعد كده بشيرها في الفريزر واشوف بعد كده أنا عايز أعملها إزاي يعني الفراخ دي أنا سبتها في الفريزر وبعد كده طلعتها عملتها فراخ ينتاجي كانت طالعة حلوة جدا جدا وكانت مقرمشها وطعمها كان شارب من التدبيلة إن شاء الله الفيديو هتلاقيه موجود على القناة خلاص كده إحنا خلصنا أتمنى الفيديو يكون أعجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكميا ما تنسوش اللايك